الرفض المجتمعي لها وإصدار فتاوى شرعية حرمتها لم يستثنى تفتفشيها ظاهرة بيع المنازل الفلسطينية لمستوطنين في القدس فعند وقوع كل حالة تبرز وتتشابك عشرات أصابع الاتهام حول من يتحمل المسؤولية الأولى أسر تشوه سمعتها وأفراد يدفعون ثمنا باهظا حتى بعد وفاتهم بشار صغير تواجد في القدس وتناول الموضوع بشكل أقرب إنها إحدى أكثر القضايا حساسية وإثارة للسخط والإحباط على حد سواء لدى الشارع الفلسطيني ظاهرة بيع المنازل للمستوطنين الإسرائيليين نظرا لوجودها في قلب السراع الفلسطيني الإسرائيلي واستحواذها أهمية سياسية ودينية بارغة للجانبين تعد مدينة القدس المحور الرئيس لصفقات البيع تلك هذه آخر بناية تم تسربها للمستوطنين الإسرائيليين كما نرى هي واسعة تبلغ مساحتها حوالي 600 متر مربع كما تتكون من ثلاثة طوابق هي تقع في عقب الدرويش في قلب القدس العطيقة على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى بيع هذا العقار سبب جدلا واسعا وحالة صخت عارمة في صفوف الفلسطينيين انتقلت ملكية هذا المنزل من عائلة جود إلى العطار قبل أن تقع بين يدي جمعية عطيرة كهنيم الاستيطانية التي كانت تتستر تحت غطاء شركة أجنبية وهمية سبق هذا عشرات التسريبات المشابهة التي ازدادت كثافة منذ العام 2014 ليباع أكثر من أربعين عقاراً غالبيتها في حي سلوان ببيع بيته وببيع عرضه وإحنا بنحكي كلمة واحدة بنحكي أنه ما فيه حدا بيأخذ إشي غصب عن حدا هذه كلها تسريبات من وراء ناس خونة بتخون الوطن وبتخون الأرض وبتخون العرض هذه القضية لاحقت الشاب المقدسي على قرش حتى بعد رحيله عن هذه الدنيا توفي قرش في حادث سير إلى جانب خمسة آخرين كانوا جميعهم في طريقهم إلى عملهم في مسلخ دواجاً بداية هذا الشهر بعد التهم بضلوع علاء في تسريب منزل بالقدس العتيقة لم يدفن قرش في المدينة وإنما في منطقة النبي موسى على طريق القدس أريحة لاحقاً توالت أنباء حول موافقة راف يهودي دفن جثمان علاء في مقبرة يهودية لرفض أهالي القدس المسلمين دفن علاء في مقابرهم أسرة علاء طلقت كل ما يتم تداوله بغضب واستنكار فهي تؤكد أن ابنها لا علاقة له بصفقة بيع حسم أمرها قبل عشرات السنين مضيفة أنها هي من اختارت دفنه في النبي موسى لعدة أسباب كما نفت صحة المعلومة حول نية نقل جثمانه بشكل قاطع حبينا نحن نوسع الأمور شوي اضطرنا نصوي على الضياء عشان مرطة برضو هو يتضف معاها ما بتدارش تطلع القدس معاش تصريح كل ساعة والتانية اضطرنا أنه ندفنه بالنبي موسى ما معنى خبر لا شفنا راب ولا شفنا صحافات إنه بتقول إنه هيك إحنا ما معنى خبر إطلاقاً في الموضوع لا أساس له من الصحة وهذا كله سياسي تتعقب وتعتقل السلطة الفلسطينية في الأوينة الأخيرة عدداً مما تقول إنهم متورطون في تسريب منازل بالقدس وذلك من خلال أجزة تابعة لها تعمل في المدينة بشكل غير مباشر أمر لم يرق لإسرائيل فشنت بدورها حملة اعتقالات في أوساط هذه الأذرع لتوقف أكثر من مرة المحافظ عدنان غيث وشباناً يعملون لدى الجهاز الأمني الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر